وخلال جلسات المحورية الاقتصادي بالحوار الوطني أكد المقرر المساعد بلجنة الشباب في الحوار الوطني زاكي القاضي على تلقي الحوار الوطني الألاف من المقترحات مؤشيرا إلى أنه تم فرزها بشكل جيد وخلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري شدد المقرر المساعد بلجنة الشباب في الحوار الوطني أن الفرز أفضى إلى 113 قضية منها ريادة الأعمال والتمكين السياسي للشباب وملف الرياضة فترة اللي فاتت لفنا كل الجامعات المصرية أكتر من 100 جامعة مصرية لفناها كلها توصلنا مع كل رواد الأعمال داخل مصر وخارج مصر إحنا الناس اللي حتى لما نعرفهاش كنا بنرسلها بشكل شخصي نقول لهم ابعتنا المقترحات فيه الناس النهاردة جاية من بر مصر عشان تحضر الجلسة عشان هم فتحين شركاتهم بر مصر طب احنا قلنا ليه هم يفتحوا شركاتهم بر مصر وهم مصريين هم يقدروا طبعا يفتحوا فروق وربنا يزيدهم وكل حاجة لكن احنا محتاجين يبقى الأصل عندنا هنا في مصر عشان كنا بنحاول ان احنا نستمع للأفكار كلها وان احنا نصل للناس الفترة اللي فاتت وصلنا لقطاعات كبيرة جدا ولفنا محافظات حتى في مؤتمرات جامهرية وجمعنا هذه المقترحات عشان يبقى قدامنا صورة كاملة لهذا التصور اللي ممكن نقدر نتحرك عليه فالنهاردة لما كنا مثلا بنقش ملف ريات الأعمال بقول لحضرتك كانت فيه ناس جاية من بر مصر بتتكلم عن تجاربها ازاي هم نجحوا بره وازاي هنا كانت فيه معوقات قدامه فانا لاحظت يعني في ظل يعني وسؤال حضرتك فكرة المقترحات والتوسيات لاحظت اولا ان فيه صياق عام بيتكلمه حوالين ان توحيد جهة التعامل يعني مفيش مكون واحد خاص ان يقدروا يتعامله معاه في ملف ريات الأعمال رقم واحد رقم اثنين فكرة الثقافة النفسها بتاعة ريات الأعمال يعني الشباب بالالاف اللي بيطلعهم من الجامعات دول ما عندهمش ثقافة ريات الأعمال فبعض منهم مقترح ان احنا المشاريع التخرج تبقى مرتبطة بريات الأعمال او مواضي او مراكز التدريب او دراكز التدريب داخل الجامعات